لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستن بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فاللهم اجعلنا من الفائزين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسن أيها الإخوة المؤمنون تابعتم جميعا تلك المجزرة الشنعاء ذلك الإجرام وتلك الإبادة التي حصلت في حق إخواننا في حمص جريمة شنعا بكل المقيس تكشعر لها الأبدان وتتألم لها القلوب وليس لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعمة وكيفة هذه الجريمة التي مات فيها ما لا يقل عن خمس وخمسون طفلا وعددا كبيرا من النساء ولم أدري كم من الرجال وقد أثبتت الشهادات والتقارير أن أكثرهم قتل قتلا مباشرا صفي يقتل الإنسان مثل الخروف مقيت والله يا إخوة هذا العمل البشع لم نسمع به إلا في مجازل التتار أو في مجازل الصرب التي فعلوها في حق إخواننا في بسنة هذه هذا التصنيف ليس لنا أي تصنيف آخر أن نقول ما هذا إلا هذه جريمة إبادة نكرا علينا أن نستنكرها وعلينا أن نشتكي إلى الله عز وجل وأن نرفع الأكفة إليه متضرعين أن يرفع ما بإخواننا من سوريا من ظلم وظيم ونار يكتوون بها يوما بعد يوم العدد الآن إخواني وهو متصاعد خمستاش ألف قتيل في سوريا كم من القرى دمرت وكم من البيوت حرقت وكم وكم الله تعالى بذلك عليم نسأل الله عز وجل أن يلطف بهم وأن يخفف عنهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا وأن يرفع ما بهم من أذى وما بهم من ظلم وأن يوفقهم وأن يدافع عنهم سبحانه وتعالى ومما يزيد ألما وحسرة إخواني أن هذه الجريمة وهذه المذبحة تقع في شهر حرام شهر حرام وهذا موضوع قطبتنا أيها الإخواني حتى نعرف هذه الأشهر ونعرف حرمتها ونعرف مقامها عند الله سبحانه وتعالى ونعلم قدسيتها ما علينا أن نكون من الغافلين وما علينا أن نكون ممن ينتهكون حرمات الله عز وجل ولذلك إن أردتم أن أمثل فأقول حينما نذهب إلى كل البلدان في العالم نأتي إلى منطقة يقول لك منطقة عسكرية تبهت هذه المنطقة عليك أن تتعامل فيها بشيء من المعاملات في أشياء ممنوعة التصوير ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع أو أنك تصل إلى حدود بلاد معينة وهذا معروف تماهد كذا 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 هذه قوانين وضوابط الذي يتعداها يناله للعقاب لماذا؟ لأنه أخبر بهذه الحرمات بهذه الحدود بهذه الضوابط مجرمي سوريا وسفاحيهم ومرتزقتهم وعصابات الإجرام في سوريا لا تعلم لهذه الأشهر حرمة لا تعلم حرمة البيوت وحرمة النفس وحرمة الأطفال وحرمة النساء لا تعظم أي حرمة ذلك نحن علينا إخواني أيضا أن نتعلم وأن ننضبط أن نعرف مقام هذه لأن الإنسان المؤمن من علامات إيمانه كما ذكر القرآن هو تعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الإنسان حينما يدخل المسجد يعلم أن هذا المسجد له حرمة حينما يأتي الشهر الحرام يعلم أن هذا الشهر له حرمة حينما يكون في مكان يعني له حرمة يقدس ويحترم تلك الحرمة وهذا من علامات إيمانه إنما الإنسان السفين والغافل والجاهل والمتعد لحدود الله فإنه لا يقدس هذه الحرمات بالمرة وهذا حال هؤلاء المجرمين في سوريا لا يعظمون حرمة النساء والأطفال والبيوت ولم يعظم ولم يحترم ولم يقدر ولم يراعوا حرمة هذا الشهر هذا الشهر شهر رجب شهر رجب أيها الإخوة نقف بداية عند تعريفه من أين تهل رجب كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال رجب الراء والجيم والباء أصف يدل على دعم الشيء وبالشيء وتقويته ومن هذا الباب ومن هذا الباب يقال رجبت الشيء أي عظمته فسمي رجب برجب لأن العرب كانوا يعظمون معنهم في الجاهلية لكن كانوا يعظمون هذا الشهر ورجب المعاشر الإخوة شهر حرام والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر قال تعالى إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وفي خطبة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمن قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر شهر منها أربعة حرم ثلاث متتانيات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان والحديث متفق عليه وقد سمي رجب مضر لسببين السبب الأول أن مضر هي إحدى قبائل العرب كانت لا تغيره وتوقعه في وقته لماذا؟ لأن باقي القبائل إخواني كانوا يغيرون الأشهر الحرم يعرفون أن هناك أربع لكن يغيرونها كما يريدون بحسب أهوائهم وبحسب مصالحهم من كانت له غزوة ولم يتمها فإنه يؤجر الشهر الحرام أو يقدم حسب هواه إلا أن مضر هذه القبيلة التي سمي الشهر بها كانت تحتلم هذا الشهر ولا تغيره مغرم وقد أشار القرآن إلى هذه المسألة بقوله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين له سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين هذا حاله بإخواني حال أولئك الذين تصح فيهم النكتة قال بعض الناس يأكلوا أكرمكم الله خنزير استحلوا حرمة خنزير فقالوا فقالوا ماذا نفعل؟ قالوا الله لم يحرمه جميعا إنما حرم قطعة منه فنرمي بقطعة ثم نأكل بعد ذلك هذا حال حال أهل الجاهلية وحال بعض الناس اليوم أيضا يأتي فيقولك هذه عواشر في هذه عواشر خمر حرام والزنى حرام والمحرمات هذه هذه الأشهر علي أن أضبط نفسي تنتهي هذه الأشهر يرجع إلى ما كان عليه من المصائب والبلاوة والمحرمات والمنكرات وهو بذلك حاله حال هؤلاء إنما النسيء زيادة في الكفر هم يستبيحون هذه الأشهر لكن زادوا إثما آخر لأنهم يتلاعبون بها هذا ولا مضعف هم هذه الأشهر لا يحترمونها ومع ذلك يتلاعبون بها حرمون ما حل الله تعالى بحسب أهوائهم وبحسب مصالحهم بعض الناس كذلك لهم أخواني لا نقول أن الإنسان إذا جاءت هذه الأشهر المباركة وهذه النفحات الطيبة وهذه الأشهر المعظمة أن يعود إلى الله وأن يبدأ بالتوبة ذلك عمل طيب لكن ألا ينوي في نفسه الرجوع إلى الضلالة بعد الهداية والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى ذاق حلوة الإيمان من؟ كيف هي حلوة الإيمان؟ يكره الإنسان أن يرجع إلى الكفر بعد أن هداب الله بعد أن الله تعالى من عليك وأنقذك وانتشلك من المحاصي ودلك إلى طريقه وقبيلك سبحانه وتعالى بعفوه ومغفرته أتعود إلى معصيته بعد ذلك؟ أتعود إلى حربه بعد ذلك؟ هذا أمر لا يستقيم ولذلك معاش الأخوة نقول أن بعض الناس ممن يفعل هذا هو خاطر يأتي رمضان فيستقيم ويعبد وينصلح حاله ثم بعد رمضان ألا يعلم أن الله عز وجل رب رمضان وهو رب سائر الأيام أن يتق الله المسلم أن يتق الله حيث ما كان كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم إن الآية بيهم عشر بخ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ما معنى لا تظلموا فيهن أنفسكم ليس فهمها ومعناها كما يقول بعض الناس خلاص هذه أشهر لها حرمة تنتهي هذه الحرمات يرجع الإنسان إلى ما هو عليه من المعاصي والأثام إنما الظلم حرام على كل حال وفي كل مكان لكن تزداد حرمته ويزداد التغليظ في عقابه من أتى ظلما من أتى إثما لأنه تعدى حدود الله سبحانه وتعالى السبب الثاني بتسمية رجب مضر أن مضر كانت تعظم وتقدس هذا الشهر أكثر من غيرها من القبال وهذا من بقايا الأعمال الصالحة أيها الأخوة هذه الأشهر المباركة وهذه الأيام التي هي نفحات الله إلينا بما تستقبل تستقبل بداية أولا تستقبل بالفرحة والسرور هذه نفحات الله هذه أيام الله سبحانه وتعالى هذه أيام مباركة هذه من فضائل الله علينا عز وجل الله سبحانه وتعالى ينعم ويتفضل علينا وعلينا أن يقابل نعم الله تعالى بالفرحة والسرور لذلك نجد هذا المعنى في تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه الله رمضان وكذا كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله ستة أشهر قبل مقدم رمضان أن يبلغهم الله رمضان لماذا؟ هذه قلوب حية أخواني هذه نفوس انشرحت لدين الله وتعلم مقام ومكانت هذه الأيام المباركة لذلك معاشر الإخوة علينا أن نسر وأن نفرح بنعمة الله عز وجل لماذا؟ لأن بعض الناس ما لا يقولك يقولك الإسلام كله فيه حرام وإثم وكذا وعقوبات وغضب من الله وكذا وكذا وتهديد ووعد ووعيد لكن نحن ننسى كم في الإسلام من أبواب للخير وكم في الإسلام من مناسبات ربنا تعالى يتفضل بها علينا حتى يعفو بها حتى يكفر فيها سيئاتنا هذه أيام هذه أيام مباركة على المسلم أن يستقبلها أولا بالفرحة والسرور ثانيا أن تستقبل هذه الأشهر وهذه الأيام للنية الصادقة والعزم على التوبة النصوح هذه مناسبة وانتبهوا مما فعله الشيطان والتسويف الشيطان أخواني وسائله إن قاد أن جاء إنسان للتوبة أو الإصلاح نفسه التسويف أخي معني إش رمضان ما زال لم يأتي السنة القادمة الحج القادمة يعني بعد أربعين بعد خمسين بعد ستين بعد سبعين بعد لا أدري ماذا انتبهوا أخواني الإنسان عليه أن يراجع نفسه كل حين وعليه أن يغتن هذه الفرص هذه مناسبة أن نقبل على الله بقلوب صادقة بتوبة صحيحة بتوبة صادقة في هذه الأيام المضافكة الأمر الثالث الذي علينا أو المسلك الثالث الذي علينا أن نسلكه في هذه الأشهر المباركة في هذه الأيام المباركة هي العزم على العمل الصالح وهذه الحياة أخواني الدنيا هي مزرعة الآخر كل يوم يمر ينقص من أعمارنا كل ساعة تمر تنقص من أعمارنا كل يوم يمر هي صحة تطوى من كتابنا من سجلنا هنيئاً لمن ملأها بالأعمال الصالحة هنيئاً من ملأها بالطاعات هنيئاً من ملأها بمشاريع استثمارية تؤتي أكلها كل حين عند ربها يلقى بها الله عز وجل أنه بعض الناس إخواني ودعونا نتكلم في هذا بصراحة بعض الناس حياته ما هي حياتك أخي ماذا تركت بعض الناس يقولك تركت بيت وتركت حساب وتركت ماذا وتركت ما هذا كله لا ينفع لن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى قد يكون ذلك معونة لأبنائك أو لإخوانك أو لغيرك لكن هذا لن ينفعك لن ينفعك إلا عملك الصالح لن ينفعك إلا ما زرعت لآخرتك الله تعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآيات أخرى تبين أن الآخرة هي مزرعة هي هي الدنيا مزرعة الآخرة وإذن الإنسان في الآخرة يحصد ما قدم وما عمل فعلينا معاشر الإخوة أن نغتنمها بفرص ما علينا أن نضيعها وما علينا أن نكون من الغافلين بعض الناس في غفلة لا يدرك لا الجمعة ولا الشهر الحرام ولا رجب ولا مضار ولا أي شيء من ذلك هو في غفلة حياته أكل وشرب ويقول لك وشغل وما ينفعك هذا الشرق نعم أنت تسر به حالك وهذا مطلوب والإسلام يعمر بذلك لكن أين عملك الآخر أين عملك الآخر ما نترك في هذه الدنيا أين بصمتك أين مشريعك أين مشريعك كم إنسان هدي على يديك وكم متخاصمان صلح على يديك وكم فائدة فت بها الناس وكم خير نفعت به الناس وكم كلمة طيبة قلتها وكم عملا صالح وفقت إليه وكم طاعة قمت بها على أصلها بإخلاص لله تعالى قل لي أين هذا كله أين هذا كله هذا الذي يجب أن نتنافس فيه وهذا الذي يجب أن نعمل لأجله إن شاء الله وهذه الأشهر هي مناسبة إخواني نستقبل هذه الأشهر حتى نزيد إن شاء الله تعالى بمعنى نريد إن شاء الله أن تكون هذه الأيام مختلفة عن غيرها من الأيام من كان يعبد يزيد شوية في الرتم يرفع بمستوى عبدته لماذا؟ لأنه يتأمل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل معاشر الإخوة وضع لنا في هذه الأشهر على الخاص برموسيوني نحن دائما نجري ونبحث عن برموسيوني ها؟ برموسيوني جنة هذه برموسيوني الذي يبحث عن برموسيوني هذه أعظم برموسيوني موجودة هذه الأشهر معاشر الإخوة رب العالمين يضاعف فيها الأجر كما أنه يضاعف فيها الإثم تبه دير بانك الأمر ذو حدي اتق الله راقب نفسك عظم حرمة هذه الأيام اتق الله راقب حالك راقب ما تنظر راقب ما تقول راقب ما تسمع طهر قلبك تعظيما لحرمة هذه الأيام المباركة إذن على المسلم أن يزيد وأن يكثر من الطاعات وأن يكثر من الفضائل وأن يكون عملنا جميعا تسابقا في الخير فاستبقوا الخيرات استبقوا الخيرات أخواني اليوم الذي يأتينا والعمل الصالح الذي يعرض علينا إن لم نلبيه فإنه يفوت من القطار رب قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم سايعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين سارح يا أخي سارح الفرص لا تنتظرك والأعمال الصالحة لا تنتظرك إنما عليك أنت أن تلحق بها وأن تغنم منها إن شاء الله تعالى لا نريد أخواني أن يدخل هذا الشهر ويخرج ونحن لم نحسن شيء من حالنا مع الله عز وجل لا نريد أن نكون من الغافلين لا نريد أن نكون من الفاشلين لا نريد أن نكون من الخاسرين لا نريد أن نكون من النائمين هذه فرص هذه العروض من الله تعالى فلله الحمد ولله مننا هذه مكرمة من مكانهم الإسلام أخواني أن الله تعالى يجعل لنا هذه فرص حتى نتدارك فيها النقص ونحن مقصرون أخواني هذه حقيقة علينا أن ندركها من بعض الناس لا يريد أن يدرك هذا الأمر يقول لك والله أنا أموري تب تب أموري ماشي يا أخي ليش يريد الإسلام مننا أنا وصلي والتيسر ليتصدق وهأصوم بعض الأيام يوالله أقرأ شوية قرآن يا أخي واذكر الله بعد الصلاة نقول ذلك كله لا يكفي لا يكفي إلا أن يقبل الله تعالى منه فنحن مقصرون لا شك لا يجب أن نجادل في هذا الأمر نحن مقصرون لذلك حينما تأتينا هذه المناسبات هذه المناسبات تداركية هذه بونس الله سبحانه وتعالى يريد بهذه الأيام الفضيلة أن يرفع عنا إثما أن يمحو عنا خطأا أن يرفع لنا درجة فلنقبل على هذا العرض الذي يعلمه الله تعالى علينا نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يجعل أيامنا كلها في طاعته وأن يختم لنا في الصالحات وأن يرفع عنا بإخواننا في سوريا من بلاء أسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يزيل همهم وأن ينصرهم وأن يدافع عنهم أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورة رحيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم الحمد لله وأن يصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِحْسَانٍ كما يجبوني فقط يمكن أن تعتقد هذا ما يجبوني أو ما يجبوني في بصنية فقط يجبوني لا يوجد هذا يجبوني 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 لا يجبوني ترى أن يجبوني اثناء هذا المتجد هذا اجل اجل يجبوني يجبوني هذا يجبوني نهاي يجبوني اللهم الهدى الهدى الذي يجبه الذي يجبه الذي يجبه الذي يجبه في المنزل فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك من الرسال لا نحن 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 للهدى الالتسيما سبحانه وتعالى يجبه لإنسان الهدى كذلك يجبه الآن الجزء يقفل لفكر المبينة لقعه لتعه سبحانه وتعالى لأيه الله صلى الله عليه وسلم finiamo un popolo che uno rimane in suo posto questa è la civilità, questa è la democrazia questi i diritti di essere umani quello che è ancora più grave, vedere che tutto questo succede in un mese sacro è chiaro che quelli lì non sanno cosa vuol dire un mese sacro perché se hanno fede, si temono Allah almeno c'è questi limiti dicono vergogna uccidiamo bambini vergogna uccidiamo donne vergogna uccidiamo civile vergogna uccidiamo persone insiane una vergogna distruggere una moschea, una chiesa un luogo di culto un luogo di adorazione ma quelli lì purtroppo non sanno niente di questo perché la fede come noi abbiamo fatto una serie di khutbah si vede nel comportamento quando uno ha fede come è stato descritto in surat al-hajj sa i valori dei mesi sacri rispetta la sacralità ad esempio quando uno entra in moschea sa che questa è una casa da Dio subhanahu wa ta'ala ha le sue regole ha la sua sacralità è protetta da chi? da Allah uno non si permette quando va a casa di altri a fare quello che vuol fare ci sono regole da rispettare e la casa di Dio le moschea ha questa sacralità i bambini hanno una sacralità le donne hanno una sacralità l'anima dell'essere umano ha una sacralità eppure i mesi sacri per questo noi vogliamo inshallah ta'ala prendere anche noi una lezione sapere cosa vuol dire un mese sacro per darlo il suo valore inshallah ta'ala perché questa è una delle frutte della fede giusta profonda e corretta se noi rimaniamo solo a parlare noi noi vogliamo sviluppare la nostra fede e vediamo e troviamo il suo gusto e troviamo i suoi effetti i suoi frutti inshallah ta'ala uno dei frutti della fede rispettare quello che Allah subhanahu wa ta'ala gli ha dato un valore o una sacralità punto alla linea ho fatto un arabo un esempio quando uno va a certi paesi sappiamo che ci sono frontiere che ci sono zone diciamo zone o militari o altro uno non può fare quello che vuole in quelli limiti in quelli zone davanti le frontiere si affronta quelli limiti Allah sarà punito e duro anche perché? perché è stato avvertito attenzioni alti questa è una frontiera questo è un posto di polizia questa è una linea rossa questa è una zona militare la stessa cosa e ha fatto di quelli dodici mesi quattro che sono sacri sacri وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Attenzione, in questi mesi sacri ci sono due. Prima, tutte le buone azioni fatte in questi mesi sacri saranno doppiate, saranno ricompensate. Tra virgolette è considerato come una promozione di Allah subhanahu wa ta'ala questa. Perché tanti pensano che l'Islam, tutto il castigo, tutto haram, tutto proibito da destra, da sinistra, da dove va, haram, tensione, peccato, peccato, peccato. Però guardiamo bene quanto è grande lo spazio del bene, delle ricompense, le buone azioni, le buone occasioni. I mesi sacri sono uno di questi. In questi mesi sacri vengano per noi come un regalo d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ci regala questi mesi, questi giorni, pì, così noi, inshallah, cerchiamo di andare in alto. Cerchiamo di moltiplicare le nostre buone azioni. Cerchiamo di approfittare di fare qualche bene. Perché in questi mesi saranno doppiate le ricompense. Per questo il musulmano, il fedele, deve accogliere questi mesi con quattro regole. Una, con la gioia. La gioia. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto queste buone azioni per noi. Noi siamo peccatori. Noi siamo un po' lontani. Noi non stiamo facendo come si deve. Non stiamo praticando in modo perfetto la religione. Allora arrivano queste buone azioni, buone occasioni per rimettere in ordine le cose. Per moltiplicare le nostre buone azioni. Alhamdulillah. Grazie a Dio subhanahu wa ta'ala. Guardate il profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Non ha mai desiderato, non ha mai sperato di avere una lunga vita solo in un solo do'a, dicono i sapienti dell'Islam. Quanto ha chiesto Allah di prolungare la sua vita finché vive il mese di Ramadan. I compagni e sue, radiyallahu anhu, sulla stessa linea, facevano dua sei mesi prima di Ramadan. Oh Dio ci fa vivere fino all'arrivo del Ramadan. Cosa vuol dire tutto questo? Un shauq. Una gioia. Uno cerca queste buone azioni. Uno aspetta con gioia queste buone occasioni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Guardiamo bene nella vita, quanto c'è promozioni tutti andiamo a cercarla. Non è haram. È vero o buono che uno cerca le buone occasioni, se sono giusti, corretti. E per la religione certi vivono, non sanno neanche questo mese sacro, non sanno il valore del mese sacro, non sanno il valore del giorno della giumu'a, non sanno il valore della festa. Dove sono? Dove sono? Non so la testa dove. Mentre il musulmano si interessa a queste cose. Cerca di capire. Ma il giorno del venerdì cosa vuol dire il venerdì? Che valore ha il venerdì? Nel venerdì c'è una ora dove il dua è accettato da Allah azzawajal. Io cerco di trovarla, insha'Allahu ta'ala. Adesso è arrivato questo mese sacro di Rajab. Alhamdulillah. Bene. Bismillah. Comincio a lavorare, insha'Allahu ta'ala. Comincio a moltiplicare le buone azioni. Cambio il mio ritmo. Adesso metto il turbo. Cerco di avere più hasanat, insha'Allahu ta'ala, in questi mesi. Questo è il musulmano. Questo è il credente. Noi non siamo fatti, fratelli, non siamo creati per mangiare, dormire, lavorare. Lavorare bene. Dobbiamo lavorare per dunia, ma dobbiamo lavorare anche per l'akhira, per l'altro giorno. Importante questo. Non solo lavorare per dunia. Bene, lavorare per dunia, questo è un obbligo. Lavorare anche, soprattutto per l'akhira, per l'altro giorno. Noi andiamo a incontrare Allah subhanahu wa ta'ala con cose. Con cose? Con le poche raka' che facciamo? Non basta. Sperando il suo perdono, la sua misericordia. Però, dobbiamo, insha'Allahu ta'ala, piantare per l'akhira. Dobbiamo fare dei buoni investimenti per l'akhira, insha'Allahu ta'ala. Il terzo modo di accogliere questi mesi sacri è il taube, il pentimento. Però deve essere un pentimento sincero. Certi, come fanno? Arrivano questi mesi e dicono, sono giorni sacri, sono un periodo sacro. Allora io mi smetto. Non faccio questo, non commetto questo, non guardo questo, non prendo questo, non sento questo, non faccio questo. Bene, alhamdulillah, bismillah. Che Allah ci aiuta. Però, con un'intenzione, quando finisci questo, allora riprendo. E lo stesso gioco che hanno fatto il mushriki, qua, che abbiamo? Certi miscredenti prima dell'Islam, cosa facevano? Facevano che questi mesi sacri lo spostano. Sono quattro, bene, quattro. Prendiamo quattro. Se uno non ha finito la sua guerra o non ha finito il suo affare, sposta il mese sacro per lui, sarà il mese prossimo. O quest'anno, no, niente. L'anno prossimo, allora. Mentre era una sola tribù che rispettava questi mesi, che non spostava e non cambiava e dà rispetto, si chiama Mudar, per questo in arabo si chiama Rajab Mudar. E nominato su questa tribù che ha rimasto fedele a questa tradizione, profetica di tutti i profeti, del profeta Abraham, a rispettare la sacralità di questi mesi. Gli altri giocano, come giocano certi oggi. O come giocano certi anche quando trattano l'argomento del maiale, dicono ma il maiale non è tutto haram. C'è un pezzo che è haram. Buttiamo quel pezzo e poi prendiamo. Un gioco questo. Questa è una religione. Chi vuole rispettare Allah, subhanu wa ta'ala, devi rispettarlo in tutte le sue regole. Chi ha dato la sacralità a questi mesi è lui l'Altissimo. E quindi il rispetto di questi mesi fa parte del rispetto d'Allah, dal Dio. Questo è che deve essere chiaro per noi tutti, insha'Allah. Quinti e fratelli, questo vuol dire i mesi sacri. Questo vuol dire i rajab. E noi cerchiamo, insha'Allah ta'ala, di rispettarlo. Cerchiamo, insha'Allah ta'ala, di approfittare di queste buone azioni. Azioni, azioni. Sono azioni, fratelli. Non vogliamo che questo mese esce e noi non abbiamo riempito niente. Non abbiamo caricato le nostre batterie. Non abbiamo moltiplicato le nostre buone azioni. Non abbiamo approfittato come si deve di queste buone offerte fatte da Allah, subhanu wa ta'ala, per noi. E chiediamo Allah, Altissimo. E chiediamo Allah, Altissimo, che aiuta i nostri fratelli insieme. E che aiuta i musulmani dappertutto, insha'Allah ta'ala. Perché viviamo dei grandi profi. Non sono pochi questi, grandi profi. 15.000 morte in Siria. Non so quanti mille persone morti in Iraq. Non so quanti morti in Libia. Non so quanti morti in Egitto, in Tunisia. In Yaman pure. In tante parti. Ogni giorno noi stiamo vivendo una tragedia, una tristezza. Però l'affrontiamo prima di tutto con al-rivao biqadr di Allah. Con la fede. Con la soddisfazione. Con l'esperanza soprattutto. A vedere che domani sarà meglio da oggi, insha'Allah. Chiediamo Allah, Altissimo, per i nostri fratelli in Siria l'aiuto e la sua protezione. Chiediamo Allah che gli dà la difesa. E che Allah, subhanahu wa ta'ala, ferma quelli criminali che stanno facendo tutti questi crimine. Chiediamo Allah, Altissimo, che ci aiuta in questi mesi, insha'Allah. Per migliorare la nostra pratica religiosa. E per far aumentare la nostra fede, insha'Allah ta'ala. Allah, mahninna fieman hadeyti, wa'afinna fieman hadeyti, وتولanna fieman tawleyt, وبارik l'na fieman a'atayt, e uttina wa srf'anna شر ما قضيت, فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك, إنه لا يعز من عديt, ولا يذل من وليt, تباركتا ربنا وتعاليت. Allahumma arzill al-islamo wa'al-muslimin, وا'li bifadlico raietai al-haqq wa'al-deen, فرج كربة أخواننا في سورة, يا رب العالمين. Allahumma ta'imuhum min jوع, وا'kisihum min arar, وا'kisihum min aratash, وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. وكلهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa sidd wa barif, على عبدك وحبيبك محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام. قلوا قولي هذا وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفرواه. تهدوه غفورا رحيما. وأقم الصلاة.